أول سؤال معنا ورد على الصفحة ممكن أعرف سنة صلاة الجمعة في المسجد بمعنى أن صلاة الجمعة هل لها سنة قبل الصلاة؟ أخي الفاضل يعني التنفل قبل صلاة الجمعة أنه الإنسان يتطوع بالصلاة قبل صلاة الجمعة هو لا يخلو من أن يكون التطوع ده أو النفل ده مطلق أو سنة راتبة النفل المطلق ما فيش خلاف في جوازه بين الفقهاء اللي هو أن أنت عايز تتطوع كده بالصلاة من عندك أنت يعني هو جائز وبل تقدر تقول مستحب كمان ومن الأدلة عليه ما جاء فيه صحيح الإمام البخاري من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر ثم الدهن أو مس من طيب ثم راحة فلم يفرق بين اثنين راح يعني لصلاة الجمعة فلم يفرق بين اثنين من الناس الصفوف اللي قاعدة متخشش تتزاحم وتزوق اللي اثنين لا إنسان يبقى متلطف فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له يعني صلى تطوع بالصلاة قد ما استطاع أن يتطوع ثم إذا خرج الإمام أنصد غفر له الجزاء بتاعته اللي بيعمل دائه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى الحديث التاني اللي في صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له يعني اللي إدر يتطوع به من الصلاة قبل صلاة الجمعة ثم أنصد حتى يفرغ من خطبته يعني اللي يفرغ الإمام يعني من الخطبة بتاعته ثم يصلي معه أدى بقى يعني أنت اغتسلت وادهنت كما في الحديث الآخر وتطيبت واختسلت غسل طيب وبعدين رحت صليت اللي تقدر عليه قبل صلاة الجمعة وبعدها يطلق جاء الإمام استمعت للخطبة وصليت معاه وكو أنصدت فلم تتكلم بيغفر لذلك هنا بقى الثمرة إيه بقى بعد ما تصلي مع الإمام غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام يعني كأن الأسبوع ده وعليه كمان ثلاثة أيام تبقى مغفور للإنسان ذنبه طيب إحنا كلمنا كده عن مطلق النفل والأحاديث الواردة اللي بتأيد معنى مطلق النفل مطلق النفل يعني أن أنت اللي حتتطوع كده بالصلاة من عندك وأنه الأمر جائز ومشروع بل مستحب زي ما قلنا ده معنى المطلق النفل إنه إنك بتتطوع من عندك أما السنة القبلية الراتبة للجمعة اختلفوا في مشروعيتها الفقهاء على قولين القول الأول إن للجمعة سنة قبلية راتبة وده قول الحنفية وقول الشافعية وقول الحنابلة في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد وده قول أكتر إيه العلماء قالوا لا ده فيه سنة قبلية قبل صلاة الجمعة فعند السادة الحنفية إن سنة الجمعة القبلية أربع ركعات يعني سنة الجمعة القبلية أربع ركعات والبعدية أربع ركعات لكن عند الحنفية قبل صعود الإمام المنبر والشافعية عندهم أقل السنة ركعتان قبلها وركعتان بعدها يعني قبل صلاة الجمعة ركعتين وبعد صلاة الجمعة ركعتين ده عند السادة الشافعية وبتجوز عند الشافعية الصلاة والإمام قائم على المنبر بتاعه طب القول الثاني الفريق ده من أهل العلم قالك إن الجمعة ليس لها سنة راتبة قبلية ما لهاش سنة راتبة قبلية هذا الفريق من أهل العين مع مشروعية التنفل المطلق أنت برحتك بقى يعني التنفل المطلق بالصلاة قبل الجمعة وده قول الملكية وأحد قولي الحنابلة وهو المذهب المعتمد عند الحنابلة مع عدم المنع من التنفل المطلق على هذا القول طب نلخص عشان نراجع المعلومة بعد توطيقها إنه بناء على اللي إحنا يعني فصلناه وكما هو مقرر ومعلوم في المسائل الخلافية اللي بيبقى فيها خلاف بين الفقهاء إنه لا إنكار فيها لإنه فلا ينكر هذا على ذاك ولا ذاك على هذا من أراد أنه يصلي قبل صلاة الجمعة باعتبار أن لها راتبة قبلية فلا حرج عليه لإنه قلد أئمة بذلوا الوسع في فهم النصوص الشرعية وكذلك من ترك الصلاة قبل الجمعة فلا شيء عليه ولا حرج ولا ينبغي إن إحنا في المسائل الخلافية دي إن إحنا نجعلها سبب ليه الشقاق والنزاع لإن غاية هذه المسألة إنها كلها بتدور في حولها إنها سنة ولكن دي سنة سواء أنت يعني أخذت بيه النفل المطلق فصليت أو قلت لا ده فيه سنة راتبة قبلية فإنت حتصليها من باب إنها سنة الموضوع كله إنها تندرك تحت باب السنية ولكن ترك النزاع والخلاف أمر واجب على الجميع ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا اللهم أمين